السلام عليكم قعدنا احنا شوية نلعب في التاريخ والعائش في الحقيقة وبتاع النهاردة بقى هنرجع للأسلطير الإغريقية بأسطورة سايكي وإيروس أنا جنة عادل ويادي ساعة سيكون الأسطورة إن سايكي كانت فتاة خارقة الجمال وسايكي في اليونانية القديمة كلمة معناها روح أو ذات من هنا بتيجي كلمة سايكولوجي سايكولوجي علم النفس المهم إن سايكي زي ما بنقول كانت فتاة خارقة الجمال عايزنا أوصفها لك أوصف لك بريئة رئيئة زي الموج بتتحرك الدحكة الحلوة نور الصبح بيتحكلك والحقيقة إنه مفيش أوصف تفصيلية لسايكي أكتر من الكلمتين دول كل اللي نعرفه إنها جميلة وبس وكما هي الحال في أغلب الأساطير جمال سايكي ده كان عامل مشاكل كتير أولا جمالها خلاها فرجة كل الشباب من بلدها والبلاد المجورة بقوا يجوا كده ويقفوا قدام الأسر بتاعها يتفرجوا عليها والحد هنا الموضوع يبدو مش أزمة يعني عادي بتفتح الشباب تلاقي طوابير معجبين بتفتح الباب تلاقي هداية مش حور الأزمة بقى إنه محدش من كل هذه الطوابير العريضة كان بيفكر يتقدم لها الناس عايزة تتفرج عليها وبس أصل إزاي هتتجوز حد بالجمال ده تتفرج عليها من بعيد كده بس ودي لقطة هنرجع لها بعدين المشكلة الحقيقية إن انبهار الناس بجمال سايكي وحلاوة سايكي خلاهم يشبهوها بأفروديت أو فينوس ربة الجمال يونو طبعا علشان قافة حارتنا الأفورة فالشباب بدل ما كانت بتروح معابد أفروديت تقدم قربين طب وليه الفرهادة كلها ناخد 2 كيلو برتقون ونروح نقف تحت القصر بتاع سايكي نتفرج علي جمالها إلى أنفضية معابد أفروديت خالص وما بقاش حد يقدم لها قربين اللي تفرج علي السحالات اللي قبل كده عارف إن تصورات الإغريق عن الآلهة بتاعتهم إنهم أمصين قوي وأفروديت تحديدا منه في سنة وصفروية وبتاخد موضوع إنها أجمل واحدة في الكون ده على عصب فأفروديت طبعا لما خدت بالها سايكيبت يعني أنا ربك الجمال أنا الجمال نفسه اللي في الكون الناس تسيب المعابد بتاعتي وتروح تتفرج على المفعوصة دي هوريكم تعاقب مين بقى؟ هل الناس اللي تجهلوها وراحوا يرازوا في البيت؟ البيت نفسها رغم من البناية يعني ما عملتش حاجة هي جات الدنيا لقيت نفسها حلوة ولقيت الناس بيقولوا عليها حلوة بس أفروديت قررت إن مليش فيه هي اللي هتتعاقب تتعاقب إزاي هتخليها وحشة مثلا؟ ده يبدو رد فعل منطقي بس هو أصلا مفيش منطق بإننا نعاقب البنت نفسها فمفيش منطق في اللي جاي كله أفروديت بتنده على إيوس اللي هو إله الحب أو عند الرومان كيوبيد والمفروض إن هو في الأسطورة دي ابنها الحقن يا ابني أمك تهزقت مين يا أمي اللي هزقت كفالة الشر؟ المخفية اللي اسمها سايكي ومحدش هيجيب لي حق غيرة يا سلام بس كده طلباتك يا مامي خير إنت تروح تنشها سهمة من سهام الحب الدهبية الجميلة بتاعتك دي تخليها تقع في حب أو حش بني آدم على الأرض فإيروس زي أي شاب مطيع بر بأمه بيروح يسمع الكلام فعلا وبيقف على شجرة قدام الشباك بتاع القصر بتاع سايكي وبيطلع السهم بتاعه علشان أول ما تطلع ينشها وبمجرد ما سايكي بتطلع من الشباك إيروس بيشوفها وبيرتبك تماما لإنه ما كانش متوقع إنها تكون بالجمال ده ومن لخبطه السهم بيقع ويشكه هو وبيقع إيروس نفسه بحبها برافو يا فشلوه هدف رائع لكن في مرمانة طبعا بيروح إيروس بخفاي حنين الست الوالدة بتسأله عمالس يا وادل قلتلك عليه عمالس يا أمي وقعت هالك في حب أو حش واحد على الأرض يخليك ليه حبيب ماما أنا ما خلفت صغيرك كت على مشهد الحج أبو سايكي أبو سايكي المفروض إن هو كان ملك عنده ثلاث بنات سايكي هي أصغرهم وإخواتها الاتنين اتجاوزوا وما فضلش غيرها وفي لحظة معينة الحج أبو سايكي قرر إن وقف الحل ده لازم ينتهي إخواتها الاتنين كل واحدة فيهم متهنية وعيشة مع جوزها وهي قاعدة في قرابيزنا كده واللي هو ما تسيبوها قاعدة هي قاعدة فوق دماغه ما تسيبوها قاعدة لكن إزاي؟ لازم تتجاوز لحسن الناس تكل وشنا فبيروح الحج أبو سايكي بقى يزور المعادل الموضوعي للمشايخ والأولية في اليونان القديمة يروح فين؟ معبد ديلفي ديلفي ده معبد كبير معمول للإله أبولو واللي ما شافش سحلة أبولو يقدر يشوفها وفي هذا المعبد الجميل أبولو بيلهم العرافة أو الكاهنة الكبيرة بنبوئات من عنده والناس بتيجي تقدم قربان ولا تدفع قرشين وتحاول تفهم الحوار على إيه العرافة بتقول له بص يا حج بنتك هتتجاوز الأسبوع الجاي يا فرج اللي بسهولة كده ولكن هتتجاوز وحش تعبان لا يقدر عليه بشر ولا إليها تلبسوا البيت تسود في سود وتطلعوا بيها الجبل اللي في آخر البلد ده تسيبوها هناك والعريس اللي هو اللهو الخفي ده هيجي أخدها ويمشي يا جدعان طبعا احنا عملنا إيه بس بنتك يحجل إليها غضبان عليها أفروديت مش طيقها لا في سماء ولا في أرض طب نتفهم؟ مفيش تفهم طب خلاص مش عايزة تتجاوز توليت والله ما كانت قاعدة ما كانت قاعدة بيحترامها طفرق لازم تتجاوز تتجاوز أيا تتجاوز وهكذا بيجهز الناس البناية المسكينة وبيطلعوا في موكب جنائزي حزين وبيسيبوها فوق الجبل وينزلوا وبتفضل سايكي وقفة لوحدها بتترعش ومش فهمة هي دخل على إيه ولبسة لبس الحداد مستنية بقى العريس ده يجي أخدها ولا ربنا يخدها ولا أي حاجة شوية شويتين محدش بيجي لكن مرة واحدة بتهب ريح الغرب وتشيل سايكي هلا بيلا وتنزلها في بستان كله أعشاب جميلة وزهور وأشجار سايكي طبعا من الفرهادة ومن كل اللي حصل في الرحلة من أول يومها بتروح في النوم وبتسحة تلاقي نفسها في جنينة قصر شديد الجمال عمدان القصر من الدهب والعاج والمفروشات اللي فيه من الحرائر والجواهر على الأرض وعلى الحيطان سايكي طبعا مش مستوعبة إيه اللي حصل هو أنا كده مدت ودخلت الجنة ولا هو إيه اللي حصل فجأة بتسمع أصوات شديدة العزوبة لكن ما بتشوفش الأصوات دي جاية منين بترحب بيها وبتقول لها أهلا بيك يا ست الكل القصر ده بتاعك وكلمة كلمتك وشورة شورتك وإحنا خدمينك وحراسك بس انتي مش هتشوفينا والله يعني سوفار ماشي هي كانت مستنية إن فيه مسخ أو وحش كبير هيجي يا كلها فلو جت يعني على قد شوية حراس ولا خدم مش شايفاهم فقصر بالفخامة دي مقدور عليها بتقدي سايكي النهار في الفرجة على القصر وعلى الجنينة وتاكل أحسن أكل وتدخل تاخد حمام رائع وبعد كده الليل بيليل والقصر بيضلم تماما وبتدخل سايكي قدتها علشان تنام فبتسمع صوت الباب بيفتح وفيه حد بيدخل القوضة انت مين يا عم انت أنا العريس طبعا سايكي بتفتكر كلام العرافة وبتحضر نفسها للموت لكن في الحقيقة ما بيحصلش حاجة من الكلام ده العريس بيتكلم معها بمنتهى اللطف والرقة وبيعودوا يدردشوا مع بعض شوية وبيلعبوا عريس وعروس وبرغم انها ما شافتوش الا ان هذه المعاملة الرئيئة اكيد يعني مش هتطلع من وحش قبل ما الشمس تطلع بيخرج العريس المجهول ده وبيقولها انه هيجي يزورها كل يوم في نفس المعادة وانها هتفضل في القصر ده معززة مكرمة بس تنسى بقى كل البني قدمين اللي على الارض دول لهتنزل لحد ولا حد هيطلع له وبتمضي الايام بسايكي على هذا الحال بتقضي اليوم في الكروازة في القصر مع الخدم اللي هي مش شايفاهم وبتقضي الليل مع العريس اللي هي مش شايفا والعرفة هو مين وفي الاول الدنيا كانت ماشية يعني يكش هو بس تكسك حبتين وحبسها بعيدة عن اهلها ومش شايفاها اصلا بس احناين لكن بالوقت بتبدأ سايكي تستوعب حقيقة حياتها الجديدة انها مسجونة في سجن بس شديد الفخامة ومش عارفة حتى السجن بتاعها مين بتبدأ فترة المفاوضات يا عم طب انت مين؟ انا جوزك طب انت اسمك ايه؟ قولي لي يا محميحو طب يا محميحو انا زهقت مش شايفة حتى الخدم ما عنديش حد اسأله كيلو البطاطس فأسينة بكام وبعدين طب خليني حتى اعرف شكلك ايه انت مش بتسقي فيه ولا ايه؟ انا عايزك تسقي فيه يا ثقة عمياء المناقشات بتتحول لزن اشوفك لأ اشوف اهلي لأ طب بلاش اهلي واشوفك لأ طبامشي على الحيط لأ لحد ما في الاخر سايكي بتدخل في حالة من الاكتئذ اللعوة الخفي ده بيحس بالزن بشوية فبيقول لها خلاص ما تقلبش وشك انا هبعت اجيب اخواتك يقضوا معاك يوم مبسوطة يا سبتي ماشي عم اي حاجة وبتنزل ريح الغرب بتشيل اخواتها كل واحدة من قصرهم وبتطلع بيهم على قصر سايكي ايه ده سايكي معقولة؟ انت ما متيش؟ ده احنا قلنا الوحش كلك ولا متي من الجوع على الجبل؟ لا يا جماعة والله ما حصلش حاجة من الكلام ده اتجوزتها وعيشة في القصر ده بتقضي الاختين اليوم مع سايكي في القصر بتاعها اللي بيطلبوا يلقوه والقصر في منطقة الفخامة وبتبدأ النفسانة بقى دي مش بس ما ماتتش دي اتجوزت جوازة احسن مننا وعيش عيشة احسن مننا مش كفاين هي اصلا من الاول كانت احلى مننا وليه يا سايكي انما جوزك ليه ما جاش يسلم علينا؟ في الشغل يا جماعة والله بيشتغل من طلعة الشمس لغبتها تقريبا ما بشوفوش وصنعته ايه بقى على الهنة اللي انتو في ده سايكي بتحاول تصيح وبتقولهم هو صياد بيطلع يصطد طول النهار صياد ايه اللي هيبني قصر زي ده حيطان دهب وعاج والقصر بين السماء والارض كلمة من دي وكلمة من دوكها زنقوها ومعرفتش تكذب عليهم بصراحة يا جماعة انا لحد اللحظة دي مش عارفة جوزي دايب امين ولا شفته اصلا ايه ده معقولة عايشة كل ده مع واحد ما تعرفيوش ولا حتى شفتيه ما اكيد يا بنتي ده الشرطان اللي العرفة كانت بتقول عليه لا لأ سايكي الحال ده ما يتسكتش عليه انتي النهار ده بالليل تولعي شمعة وتشوف يهو مين ودي السكينة دي خليها معاكي لو طلع وحش تتبحيه ايو يا جماعة بس انا لحد دلوقتي ما شفتش من الرجل حاجة وحشة هو اي نعم انا ما شفتش منه اي حاجة اصلا بس يعني هو بيعملني كويس يا سايكي انتي هتفضلي عن نياتك كده لحد امتى اكيد نويلك على نية سودة اسمعي الكلام وخلي السكينة معاكي واتبحيه وفلتي بجلد وبتخلص الاختين الوسوسة وبتيجي ريح الغار بتاخدهم من قصر سايكي وترجع كل واحدة على قصرها في اخر النهار وسايكي بتقعد في البيت تفرج بقى طب ما يمكن يكون معهم حق جايز يطلع مسخ فعلا انا ازاي عاشت الفترة دي كلها مع حد ما شفتوش وبتستنى سايكي لحد الليل هو بيجي اللهو الخفي وبيخلصوا السهرة العمياني كالعادة وبيروح العريس في النوم وبتروح سايكي تجيب الانديل في ايد واستكينة في ايد علشان تشوف ايه الكائن اللي تجوزته ده بتقرب سايكي النور ناحيته واو ايه الحلاوة دي ايه الجمال ده لحظة ايه الجنة حد دي ده مش بني ادم ده ايروس اله الحب وما تعرفوش بقى ايروس كان مزبطها من الاول مع اابولو واشتغلهم بموضوع الوحش اللي هيستنىها فوق الجبل ولا كان فيه فعلا وحش يجي اخدها من هناك وهو انقذها المهم انها طول الفترة دي كانت عايشة مع ايروس اللي وقع في حبها من يوم ما حاول يرميها بالسهر وطبعا طبعا كان لازم الجوازة تفضل سرية لان امه افروديت لو عارفت حاجة عن الكلام ده هطيان عشيتهم كلهم بتقف سايكي فوق راس ايروس مزهولة بجماله الشديد وبحظها السعيد الى ان من كتر الحماسة بتتكعبل وبتدلق عليه الزيت الصخري بيصحى ايروس مفزوع بيلاقيها وقفة والسكينة في ايدها وبيحس بشعور فظيع من الغدر والخيانة وبيتصير من الشباك من غير ولا كلمة واحدة سايكي بتنط وراء من الشباك بيلمحها وهي واقعة بين السماء والارض فبيلحقها علشان ما تقعش تتفش فيش يعني وبينزلها على ضفة احد الانهار وبعيون متل حوسها بالدموع والزيت بيقولها الحب والشك مايعيشوش مع بعض ابدا وبيسيبها ويختفي سايكي طبعا بتوقف شوية ليسا مش عارفة المفروض تعمل ايد الوقتي فاول حاجة بتيجي في دماغها انها تروح لاخوتها الحقون يا جماعة ده طلع ايروس واول ما عرفت انه ايروس سابني اخوتها طبعا بيمثله جوز تعبانيات ايه ده يا حرام هو سابت معلش بقى حصل خير واول ما تمشي من هنا كل واحدة فيهم بتطلع على الجبل مكان ما كانوا سايبين سايكي علشان تستنى العريس بما ان هو طلع اختهم خلاص ولا سابها فاكيد بيدور على عروسة ولا ريباوند ولا حاجة يمكن لو راحوا استنوه هناك يتجاوز واحدة فيهم بتوقف الاختين على الجبل وبيستنوا ريح الغرب تيجي تشيلهم زي ما شالت سايكي وفي لحظة ما بتاخدهم الحماسة وبيروحوا نطين على اساس ان الريح هتشيلهم لكن الريح طبعا بتقول ايه الهابل ده وبتسيبهم يقعوا والاثنين بيموتوا وبنخلص منه في هذه الاسناء سايكي كانت ماشية في بلاد الله عمالة عيض وتنوح على الحب اللي راح منها رجليها اخيرا بتجيبها قدام معبد من معابد ديميتر ربة الارض بتقف قدام المعبد بتلاقي اكوان من الزرع والمحاصيل المفروض ان هي رايحة تتقدم قربان بس شكلها منعكش كده ويقرف الكلب فبتقول في نفسها يعني ده منظر حاجاتها تتقدم للاليها برضو وبتقف سايكي ترتب الزروع علشان يبقى شكلها حلو كده انا حكايتي كذا 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 اوف هو انتي بصي انا مش هقدر ساعدك لان افروديت هتفشخنا ولكن اللي تقدري تعمليه انك تروحي لمعبد بتاع افروديت وتسلمي لها نفسك وتسيديها تعمل فيك اللي هي عايزين يمكن لما تشوفك وتعرف انك مدهولة كده ولا بتتحديها ولا حاجة تصعبي عليها بتسمع سايكي الكلام وبتطلع على معبد افروديت وبتقعد تصلي وتدعي وتعتذر لحد ما افروديت بتظهر لها يا اهلا طبعا في اللحظة دي سايكي موقفها زي الزفت بص يا ست الكل اعملي فيها اللي انتي عايزايا بس رجعيلي جوزي هنا افروديت بتقرر انها هتلعب بيها بقى هتكلفها بكم مهمة هدفهم ان هم يضيعوا جمالها اللي هي طرحانة بيه ده خالص بتاخدها وبتطير بيها وبتنزل قدام جبل من الحبوب رز على عدسة على قمحة على شعير بص يا عروسة شايف جبل الكشري اللي قدامك ده عايزاك تفصليهولي كل نوع من الحبوب لوحده قبل ما الشمس تروح ايه خالتي ده احنا هنهزر ولا ايه لا نهزر ايه هما مش بيقولوا ان الحب بيعمل المستحيل ادي المستحيل قدامك اهو وريني الحب بقى وبتختفي افروديت وبتفضل سايكي عيوطة بتعمل الحاجة الوحيدة اللي هي بتعرف تعملها وهي انها بتقف طعاية وتنوح وهي واقفة بيعدي عليها طبور نمل ولسبب ما نملة منهم بيصعب عليها منظر ملك يا سايكي زعلانا ليه عريسي ضايع بألف جنيه واسمه ايه لا احنا مش هنتصاحب يا نمل انا في مصيبة طب انتي ايه حكايتك يا بنتي والله انا حكايت كذا 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 وحماتي عايزاني يفصل جبل الكشري ده من بعضه النمل دقيت لها بس كده بسيطة وبيتعاون النمل مع بعضه وبيفصل الحبوب عن بعضها وبترجع افروديت على اخر النهار تلاقي الحبوب كل جبل لوحده طبعا هتطنقت من الغيز اكيد مش انتي اللي عملت كده اكيد في حد بساعدك ومع ذلك وريني بقى مينة هيساعدك في المهمة الجاية وبتاخد سايكي وبتطير بيها وبتنزل على ضفة نهر بص يا ست العريس شايفة الناحية الثانية من النهر دي في حملان مقدسة صوفها معمول من الدهب عايزاك تجيبيلي شوية صوف من كل واحد فيهم سايكي بتقول نفسها واضح ان الولاية عقلة يعني دي تبدو مهمة معقولة افروديت بتختفي من هنا وبتقرب سايكي علشان تعدي النهر فبتكتشف المقلة برقم واحد ضفة النهر مش تراب عبارة عن صخور شديدة الحدة زي ما تكون سكاكين مفيش حد هيقدر يعديها والنهر نفسه ميته عالية وخطيرة سايكي هتعمل ايه؟ هتقف تعاية طبعا هي ما عنداش اي حركة تانية ممكن تعملها عياتها بيصعب على مين على اله النهر على الضفة التانية من النهر بتطلع انواع من البوس كده المفروض ان الرعاب ياخدوها يعملوا منها النايات فاله النهر بيلهم النايات دي انها تغني لسايكي تعليمات المهمة بص يا ستة كل انت مش هينفع تعدي النهر ده دلوقتي خالص انت هتستني لحد ما الشمس تغيب ميت النهر هتكون هديد والحملان نفسها هتكون اهدأ لان دي حملان مقدسة طول ما الشمس ضربة فيها طول ما هتحاول تموت اي بني قدم يقرب نحيت بعد ما الشمس تغيب تعدي الناحية التانية وتسيبي الحملان في حالها خالص وتعدي تاخدي صوف بتاعها وهو شبك من البوس وترجعي بتسمع سايكي كلام الاصوات الخفية اللي هي مش عارفة جاية منين وواضح ان ده التيم بتاع حياتها عمتا ان فيه اصوات خفية بتقولها تعمليه وما تعملش ايه وبتستنى لحد ما الليلي ليل وبتروح تلم صوف الحملان وبترجع بيه الافروديت افروديت طبعا بتطنقت للمرة التانية اه يا جزمة انا عارفة ان واحدة عويلة زيك مستحيل تكون عملت كده لوحدها بس وريني مين اللي هيعرف يساعدك في المهمة الجاية المهمة الجاية مش هتبقى بقى عدونيا اللي احنا فيها دي انتي تنزلي تحت في عالم الاموال عند البرسيفوني فكريم برسيفوني كنا عاملين لها صح لهاية وهيجس اللي ما شافاش يبقى يشوفها تنزلي البرسيفوني وتقول لها ستة افروديت بتسلم عليكي وبتقول لك عايزة شوية جمال من بتوعك لو سمحت عشان عندها فرح بالليل ودي صندوق اهو بتحطي فيه نقطتين من جمالها وتاخدي الصندوق وتجيل ماشي يا خالسي اللي تشوفيه بس اخر كلام يعني لو جبتلي الجمال برسيفوني في الصندوق ده هترجعيلي جوزي هرجعه لك وبتختفي افروديت تاني وبتسيب سايكي لدماغها حماتي كده شكلها عايزان يا موت نفسي ماني برسيفوني في عالم الاموال هروح لها ازاي هرمي نفسي بقى من عالجبل وخلاص وعلى اخر لحظة قبل ما تعمل المصيبة دي بتسمع صوت خفي برضو يقول لها على فين يا بنتي انت ما عندجيش اي فكرة عن رحلة البطل ولا بندوح عالم الاموات ازاي بطيخة بص يا سايكي الجبل اللي انت عليه ده تحتيه كهف عند الكهف ده فيه مدخل عالم الاموات تدي المراكبي اللي بيعدي نهر الاموات قرشين حرفيا وهو يعدي بيك الناحية التانية ويوصلك لقصر برسيفوني وانت تحت لا تاكلي حاجة ولا تشرب حاجة تقولي البرسيفوني الكلمتين وتاخدي جمالها في الصندوق وترجعي وطول ما انت ماشية ما تفتحيش الصندوق بتسمع سايكي الكلام وبتنزل لعالم الاموات وبتخلي المراكبي يعديها لحد قصر برسيفوني وبرسيفوني بتعزم عليها لو عايزة تاكل أو تشرب حاجة واللي شاف صحلة برسيفوني اكيد تفاهم ليه دي حركة مش سلكة لكن سايكي قطر خيرها بتنفذ نصيحة اللهو الخفي اللي سمعتها فوق وما بترداش تاكل ولا تشرب حاجة وفي الآخر بترسيفوني بتديها الصندوق مقفول وبتقول لها تفضل بتفضل سايكي شايلة صندوق وماشية ماشية وبعدين الشيطان بيبدأ يلعب في دماغها انا اكيد شاكلي بقى متبهدل دلوقتي والمفروض يعني ان افروديتها ترجعني الجوزي مافتح الصندوق اخد بس نقطة بلاشر كده علشان وشي بهتان وقفله ومحدش هياخد باله خالص تاني صندوق تاني محدش استفاد اي حاجة من سحل الطندورة قبل كده بتفتح سايكي الصندوق وبدل الجمال الالهي اللي هي كانت متوقعة ده بتلاقي نوم عميق بيطلع من الصندوق ويسكن في جسمها وبتدخل في غيبوبة تبقى بين الموت والحياة ما تفهمش بقى ده كان مقلب من برسيفوني في أفروديت ولا اللي اتنين مزبطينها مع بعض وعارفين ان سايكي مش هتعرف تقاوم وهتفتح الصندوق في تلك الأثناء إيروس بعد ما طبعا اتعامى من العاملة السوداء اللي هي عملتها دي كان خف وقام وسأل عليها وعارف بكل اللي ممتو عملته فيها وعارف انها دلوقتي في غيبوبة لم حصلة العايشين ولا الميتين فبينزل وبيبوسها بوسة جميلة فبتقوم من الغيبوبة بتاعتها وبيرجعوا لبعض طبعا سايكي بتفوق بتعتذر له أنا أسفى حقك علي ما كانش المفروضة شك فيك خلاص يا ستي سامحناكي بس استني بعشان احنا محتاجين نخلص موضوع جوازنا ده مرة واحدة وإلى الأبد بيسيبها إيروس وبيطلع على زيوس ملك الأرباب في الأساطير اليونانية بوس يا معلم الوضع واحد اتنين تلاتة وامي لو عارفت ان انا متجوزها هتولع فينا احنا الاتنين وإحنا عايزين حل طب أستاذ إيروس انت ايه الحل اللي بتقترحه؟ والله انا بقترح؟ بقترح يعني ان سايكي تشرب من شراب الخالدين وما تبقاش بني قدمة أي مور وتيجي تعيش معالي هنا في قلم زيوس بيسمع الفكرة دي بتاعجبه فبيندع على قفره دي مش انت يا ستي كنت متضايق ان هي بني قدمة ووكلك جوه منك احنا هنشلها من على الأرض خالص ومش هتبقى بني قدمة تاني وهنا بقى سطرنا ابنك برضو عايش نوع ست اللي بيحبه ايه رأيك يا امو العريس؟ أم العريس وفتك بيبعد زيوس ابنه هيرميس او عطارد علشان يجيب البنت من على الأرض وبيسقوها الأمروجيا او شراب الخالدين وبتتحول لسايكي الواحدة من الآلهة وبتعيش مع ايروس في تبات ونبات وبيخلفوا بنت حلوة كده يسموها بلاجر او البهجة وبهذا بتنتهي قصة سايكي مع ايروس او قصة الزيت مع الحب ناخد بريك سريع كده ونرجع بأندردش في الأسطورة الجميلة ده واضح طبعا ان قصة ايروس وسايكي كانت المصدر اللي قالها انت لك تربع القصص بتاعت أميرات ديزني سنو ويت البنت اللي جمالها الشديد بيخلي مرات ابوها تتجنن من الغيرة وتحاول تتخلص منها سليبينج بيوتي او الأميرة النائمة البنت اللي فضولها بيخليها تلعب في حاجة تخليها تدخل في غيبوبة وطبعا طبعا بيوتي اند بيست او الجميلة والوحش البنت الجميلة اللي بتعيش مع وحش ما تعرفش أي حاجة عنه وفي اللحظة اللي بتثبتله فيها حبها بيختفي الوحش وبيرجع بني آدم او أمير هنا طبعا زي ما احنا شايفين البطل ما كانش أساسا وحش ده كان إله واللي حصل هو العكس تماما هي اللي تحولت لوحدة من الخالدين ومع ذلك نقدر نقول ان الأسطورة دي فيها حاجة معينة خلتها تعيش لحد النهاردة ويعاد إنتاجها في أفلام وقصص وحكاية لو هنتكلم كفنين أسطورة سايكي ويروس بتتكلم في كم موضوع أساسي كده أول موضوع منهم موضوع الجمال وتحديدا الجمال الاستثنائي الخارق اللي بيسبب لصاحبه تعاسر من ناحية بسبب غيرة الآخرين منه ودي فكرة منتشرة جدا في الأسطير والحكايات الشعبية ومن ناحية تانية فكرة الجمال اللي بيؤدي إلى العزلة أو الغرابة أو الإليانيشن الجمال اللي بيخلي صاحبه ما يبقاش بني آدم يبقى حاجة فوق البشر حتى في الأغاني كتير بنسمع تعبير أنت مش زي البشر أنت أكيد ملاك أنت من عالم تاني لو يا معلم ما أنا بشر يا معلم عادي فيش جناحات ولا حاجة وبشكل ما هي دي فكرة الهيلو إفكت أو تأثير الهالة الهالة المقدسة اللي بتتحط على الشخص الجميل الأسطورة دي بتاخد فكرة الهالة لآخرها من ناحية الناس بتدى تتعامل مع سايكي على أنها شخصية مقدسة وبتقارنها بوحدة من الآلهة إلهة الجمال نفسها ومن ناحية تانية الناس بتدى تتعامل معها بحذر دي شخص ماينفعش حد يحاول يقترن بي دي دي الفورجة وبس الفكرة دي لسه ليها صدف الواقع بتاعنا لحد دلوقتي في الستينات مثلا ظهرت فرضية اسمها قدمتها واحدة اسمها إيلين هاتفيلد دي دكتورة في علم نفس المجتمع إيلين في الفرضية بتاعتها بتقول إن الناس عادة بتنجذب لشخص في نفس مستوى الجاذبية بتاعهم يعني في نفس مستوى الجمال أو قريب منهم شوية لو حد أقل مني في الجمال قوي مش هفكر ارتبط بي وفي نفس الوقت لو حد أكتر مني في الجمال قوي برضو مش هفكر ارتبط بي هكبره out of my league زي ما بيقوله حاجة كده إن شخص بالحلوة دي هيبصيلي أنا ليه over qualified زي ما جهول السقير طبعا إحنا لو بصينا حوالينا هنلاقي إن الفرضية دي مش دايما بتكون صح عادي بنشوف couples حد فيهم بيكون شديد الجمال والجاذبية والشخص التاني عادي أو حتى مش جاذب إطلاق ايه تفسير ده بقى؟ هنا بيظهر سؤال هو نفسه الإجابة هو ايه تعرفنا للجاذبية؟ هل تعرفنا للجاذبية أو الجمال بيكون معتمد بس على المظهر الخارجي ولا في ناس بالنسبة لها السمات الشخصية زي الصدق والطيبة والكرم دي حاجات تعتبر عناصر جاذبة برضو وحتى لو فرضنا إن الجاذبية معاييرها في الجمال الخارجي بس مش دي برضو حاجة بتختلف من شخص للتاني ومن مجتمع للتاني ومن زمن للتاني ده غير أصلا تقدير الشخص نفسه لجاذبيته كتير بنشوف ناس جميلة جدا وجذابة جدا بس هما لسبب أو لآخر مش شايفين نفسهم كده فساعتها ممكن تكون اختياراتهم مبنية على نظرتهم لنفسهم اللي هي مش بالضرورة تكون صحة يمكن لو العوامل دي كلها اتخذت في عين الاعتبار فرضية إيلين تبقى معقولة أكتر الموضوع التاني في الأسطورة دي هو فكرة العلاقة بين الحب والشك أو للدقة الحب والثقة العميان نظريا سايكي كانت عايشة في مكان جميل مع شخص بيعاملها بمنتهى اللطف والاحترام ومش طالب منها غير إنها تثق فيه ثقة عميان وبرغم إنه واضح جدا من تصرفاته إنه مش وحش إلا إنها شكت برضو مع أول صوت جالها من برى العالم الأعمى اللي هي كانت محبوسة فيه ده كلام إخوتها يعني ابتدت تدور على دليل إن اللي معاها ده مش وحش فعلا دي حيك بتحصل معنا احنا شخصيا لحد دلوقت تلاقي حد بيتعامل معاك بمنتهى اللطف والاحترام بس مش مرتاح لك يلا شكلك ورق حوار ده يخلينا نسأل وإحنا إزاي بنسق في الناس ويعني إيه ثقة أصلا بتوع العلوم الاجتماعية بيعرفوا الثقة على إنها توقع قوي إن الشخص اللي قدامك ده مش هيئذيك ومش هيعرض حياتك للخطر وإن التوقع ده بيخليك تاخد رزق تخاطر بإنك تحط نفسك في موقف ضعف قدام الشخص ده تحكيله على سر تأمنه على مالك تأمنه على حياتك علشان الثقة دي تحصل مفروض يكون فيه عاملين موجودين أو العامل البروتنسيتي أو الافتعداد الشخصي هل أنت في العادي شخص عنده استعداد يسق في الآخرين ولا لأ وتاني حاجة أو الثقة المبنية على جدارة الآخر هل أنت شايف اللي قدامك ده تحديدا يستاهل الثقة ولا لأ الاتنين مش حاجة واحدة يعني أنت ممكن تكوني شخص عنده استعداد عالي للثقة في الآخرين حتى لو أنت عارفة أن اللي قدامك ده مش جدير بالثقة والعكس أنك تكوني شخص ما عندوش استعداد يسق في حد حتى لو أنت متأكدة أن اللي قدامك ده جدير بالثقة ده يودينا على تالت فكرة أساسية أو موضوع كبير في أسطورة سايكي كتير من الناس لما بتبص على الأسطورة دي بتاخد الجملة اللي قالها إيروس الحب مستحيل يعيش مع الشك وتفترض أن سايكي غلطت لما حاولت تعرف هوية الشخص اللي معيها ولما شكت في أن هو ممكن يكون وحش مع أننا لو دققنا هنلاقي الأسطورة بتقول العكس بالذكر الحب فعلا ما ينفعش يعيش مع الشك وعلشان كده محتاج معرفة وانكشاف والمعرفة والانكشاف دول ليهم تمن لو هنبص على رحلة سايكي هنلاقي أن التمن ده في الأول كان العلاقة نفسها اللي قايمة على العامة دي تنهار وبعدين سايكي بتبدأ تعترف بغلطها لما حاولت تنتزع الحقيقة أو تكشفها بالقوة وتبدأ تبرهن على أنها جديرة بالحب وبالحقيقة دول هنلاقي ده يمكن واضح قوي في فكرة المهمة الأخيرة اللي أفروديت كلفتها بيها إنها تروح عالم الأموات تجيب منه الجمال نفسه وما تستخدموش في دراسة وتفسير الأساطير الرحلة لعالم الأموات والربوع منه مرة تانية ده بيرمز لتغير كبير في الشخصية كأن فيه نسخة مننا بتموت وفيه نسخة جديدة بترجع المهمة دي كانت أكبر اختبار لشخصية سايكي اللي هي رمز للروح البشرية عموما إنها تطلع من الحاجة اللي هي محشورة فيها الليبل اللي الناس دتهالها تعرفها لنفسها على إنها مجرد فتاة جميلة وتنسى كل اللي هي متخيلة إنها عارفة عن نفسها ده وتلاقي لنفسها تعريف أو قيمة بره ده زي أغلبنا سايكي بتنجح في الجزء اللي يبان مخيف الرحلة لعالم الأموات مملكة الموتى النهر المراكبي مع إن الاختبار الحقيقي واللي يخوف بجد إنها تروح المشوار ده كله وترجع وهي لسه مش مهتمة غير بحاجة واحدة بس إنها تبقى جميلة وعشان كده سايكي بتفتح الصندوق لإن لسه لحد اللحظة دي ما عندهاش تعريف لنفسها بره الجمال وحتى العقاب هنا ما كانش عقاب بالزبط ده كان زقة كده علشان شخصيتها تتطور بتختفي من الحياة تماما وبعدين ترجع تقوم تاني ولما تقوم وتعتذر تستحق إنها تلاقي الحب والخلوب بعد ما ثبت بالدليل إنها مستعدة تتخلى عن كل الحاجات اللي هي عارفها عن نفسها وشخصيتها القديمة تروح خالص وتظهر شخصية جديدة وبهذا يا أصحابي الحلوين تنتهي دربشتنا في أسطورة سايكي وإيروس لو عجبتكم لايك شيروا سحيلوا أصحابكم قولولي في الكومنس تحبوا نتكلم على أساطير إيه تاني والمزيد من السحالات في زرار ما ندوسوا عليه اشتركوا في القناة